موسيقى مشاهدين أهلا بحضرتكم انتهت فعاليات قمة دول جوار السودان والتي عاقدت اليوم بالقاهرة وأعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد البيان الهتمي الصادر عن القمة فأعلن السيسي التوافق على الإعراب عن القلق العميق تجاه الأزمة في سودان فضلا عن التوافق على الاحترام لسيادة سودان ووحدة أراضي وتأكيد على رفض أي تدخل خارجي في الأزمة السودانية والتوافق على أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة الإنسانية وتبعاتها الشاملة كما أعلن رئيس السيسي الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة في سودان من وزراء دول الجوار على أن يكون اجتماعها الأول في تشادر وألقى رئيس عبد الفتاح السيسي البيان الختمي لقمة دول جوار السودان حيث قال السيسي أكدنا على الاحترام الكامل لسيادة سودان وسلامة أراضي وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الخالي شأنا داخليا وأضاف أن المشاركين توافقوا على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الخاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان وتابع رئيس سيسي أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان وقال سيسي أيضا أن استمرار الأزمة الراهنة في السودان يزيد عدد النازحين واللاجئين إلى دول الجوار وأضاف سيسي خلال إلقائه البيان الختمي لقمة دول جوار السودان إنه تم الاتفاق على التنسيق مع المنظمات الدولية لتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا في السودان وأشار رئيس إلى توفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية موضحا أن على المجتمع الدولي والدول المانحة تخصيص مبالغ مناسبة بشأن الأزمة في السودان كما أعلن رئيس سيسي عن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان وأضاف أيضا خلال إلقائه للبيان الختمي لقمة دول جوار السودان أنه يجب وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان كما أشار أيضا إلى تكتيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان وخلال كلمته بالقمة قال رئيس السيسي أنه ليس خافيا على أحد كطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يديد عن ثلاثة أشهر الذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار فضلا عن خسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد كما رحب رئيس السيسي بالمشاركين في قمة دول جوار السودان ووجه لهم الشكر على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة المنعقدة في لحظة تاريخية فارقة في عمر السودان مؤكدا أن مصر ستبدل كل ما بوسعها بالتعاون مع كافة الأطراف في المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم السوداني الغاري والمساعدة في تحقيق التطلعات الشعب السوداني الذي عبر عنه ملايين من الشعب السوداني لثورته المجدد مشاهدين كان هذا تفاصيل البيان الختمي لقمة دول جوار السودان التي عقدت اليوم بالقاهرة وكلمة رئيس سيسي في البيان الختمي للقمة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء